في أولي ظهور له منذ الانتخابة التشرعية الأخيرة الأمين العام لحزب تجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيا يعلق عن تعديل الحكومية الأخيرة الذي أجره رئيس الجمهورية معتبراً أنه من شأنه إعطاء نفس جديد في تسيير شؤون الدولة ومعرباً عن مساندة حزبه للوزير الأول الجديد عبد المجيد تبون ونعتقد أن التعديل الحكومي الأخير الذي قام بها السيد رئيس الجمهورية جاء ليعطي نفس جديد لتسيير شؤون الدولة وشؤون البلاد كما نهني الأخ الوزير الأول الجديد السيد عبد المجيد تبون وطاقمه الحكومي متمني لهم النجاح الكامل ومعلن لهم مسبقاً على دعم حزب التجمع الوطني الديمقراطي الأمين العام لحزب الأرندي دعا إلى الحد من الدماغوجية والشعبوية في ذل الرهانة والتحديات التي تعيشها البلاد مع التحلب العقلانية وبذل جهد أكبر نظرنا تحتاج الجزائر اليوم أكثر من أي وقت مضى العامل من أجل تقهقر الدماغوجية والشعبوية قلت من أجل تقهقر الدماغوجية والشعبوية من أجل ترقية الجود والعقلنة ومن أجل إنجاز الإصلاحات الضرورية بدون فقدان المزيد من الوقت ويحيى الذي اعترف بتدني وضعف نسبة المشاركة في تشعية الرابع مايا الفارض أكد في المقابل أن هذا لن يطعن في شرعية المجلس الشعبي الوطني يبقى أن نسبة المشاركة للناخبين كانت ضعيفة وهذا أمر يستوقف الجميع وخاصة الطيار الوطني نقول أن هذه النسبة الضعيفة للمشاركة لا تطعن في شرعية المجلس الشعبي الوطني المنتخب كما يحاول زرعه بعض الأطراف هنا وهناك وإذا نحتاج دليل نذكر أن في أوروبا عدد كبير من البرلمانات وعلى رأسها البرلمان الأوروبي نتخبه بأقل من 40% بالنسبة للمشاركة إذن أويحي الذي أعتبر أن نتائج الانتخابات التشرعية عكست السياء الشعبي من المشاكل والبيروقراطية ينتظر من الحكومة الجديدة تغيير الأوضاحة وقلب المعادلة